ايمانا منه بان النجاحات في السياسة الخارجية تعتمد على دعم العراق من قبل المجتمع الدولي استقبل الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري وفدا من السفارة الامريكية في العراق برئاسة مستشارة الشؤون السياسية بالسفارة ان كاسبر الشيخ جمال الضاري اكد للوفد الامريكي ضرورة التزام الولايات المتحدة بواجباتها تجاه العراق ودعم القوات العسكرية العراقية بالاسلحة والمعدات الحديثة فضلا عن زيادة المساعدات المقدمة لاعمار المناطق المحررة واعادة النازحين وفي سياق متصل باهمية انفتاح العراق على العالم وتعميق العلاقات مع المجتمع الدولي لتجاوز الازمات التي خلفها العنف والارهاب عقد الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري اجتماعا مع الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الشيخ جمال الضاري دعا البعثة الاممية الى مساعدة العراق من اجل فتح مقبرة الخسفة وهي اكبر مقبرة جماعية تضم عددا كبيرا من ضحايا تنظيم داعش الارهابي جنوبي مدينة الموصل تطرقنا الى موضوع الخسفة وهو من المواضيع المؤلمة جدا بعد تحرير المدينة من داعش كل هذه الفترة لا تزال هناك مقبرة جماعية الارقام تتحدث عن الاف الجثث موجودة في هذه المقبرة هولاء كلهم مسجلون تحت عنوان مفقودين لكنهم في الحقيقة ضحايا لداعش ومقتولين فتحدثنا عن امكانية ان تساعد الامم المتحدة في عملية استخراج هذه الجثث وتبيان عائدية هذه الجثث حتى يعرف الناس ان ابنهم اين ذهب هذا ملف انساني مهم جدا نريد ايضا من الحكومة العراقية ان تنتبه لهذا الملف هما يقولون اننا لا نملك امكانية لذلك كانت مباحثاتنا مع الامم المتحدة حول توكين وتوفير الامكانيات الفنية للجاء المختصة في الحكومة العراقية لمساعدة في استخراج الجثث من جهتها اكدت بلاس خارت ان رئيس التحقيق الخاص لمحاسبة داعش يعمل للوصول الى معلومات عن مقبرة الخسفة في نينواء ومعرفة ما حصل لهؤلاء الضحايا نؤكد ان فريق التحقيق الدولي اليونيتاد يعمل لمعرفة ما حصل لهؤلاء الضحايا ورئيس التحقيق الخاص لمحاسبة داعش هو المسؤول ويعملوا ما بوسعه للمصول للمعلومات عن مقبرة الخسفة في نينواء وفي حال حصولنا على معلومات سيتم نشرها على وسائل الاعلام ويرى مراقبون ان انشاء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي وبمساعدة اممية يسهم في مساعدة العراق على مواجهة التحديات المحدقة به اشتركوا في القناة